بلايزر سكانر أنك لم تضيع حق أي واحد بالفريق وهي ميز فيك أنا يعني بحب دايما أبرزها أنه كنت أنا معرفتي فيك يعني علاقة سطحية لكن شعرت يا دبيش أنت بتعطي كل إنسان حقه وهي نقطة تسجل إليك دكتور بصراحة فهي كانت تجربتي الأولى وطبعا لقاءات كانت فيه لقاءات بعدها لكن لما كمان شغلت الكلية مع بعض كانت التجربة عميقة جدا بمشاركاتك الدولية بالواقع اللي كانت مهمة جدا وأنت بالكن يعني للجامعة الأمريكية فخر أن تكون أنت موجود معها كدزاينر وبالنسبة للاندسكيب بالواقع عطيت بعض جديد بالنسبة للوطن العربي بمشاريعك المتعبدة وما بدي أحكى بأن أنا بعرف قديش إنتاجك يعني ومثابرتك أنت اللي دايما القلم بإيدك وتجربتك هي أغنى عضاعة التدريس عندنا وبنفس الوقت طلابنا طلابنا يعني كانت تجربة لهم مهمة أنه متعرفوا أنه مش بس بدي أحكي أنا بدي كمان أستخدم إيدي وأرسل وبالتالي هي كانت تجربة مهمة جدا مشاريعك مشرحك عليها بس مستنى صار 47 العدد هلا لكن بترجاكوا أنه لما يبدأ الدكتور كامل ميوت وخلينا نعمل نخطط نظام أنه الدكتور كامل يعني راح يبدأ محاضرته ما راح نخاطعك دكتور شو رأيك إلا غير لما تخلص المحاضرة أشكرك سيدي أشكرك ورجاءً أي واحد بعد المحاضرة راح نعطي الدور طلابنا لـ 52 العدد 53 شو دكتور يعني أمور كتير ممتازة 54 سيدي نايف مداخلة صغيرة أنا راح يكون شتان بعين معي المهندس يزن محادين يزن بقول إذا حدا عنده سؤال يكتبه يطبعوا إلنا عالشات وإحنا بنقدر يعطينه إياه ممتاز شاكر خليف معنا أهلاً وسهلاً شاكر تحياتي إلك هاي عم أنت بتحكي معهم أنا نعم شو بحب الأسماء نعيل ناد 95 شاكر خليف بعض أهلاً ستودنت بدأت أهلاً حلو جميل 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 أوكي اعتبالي وخمسين شو رأيك نخليهم على الستين ونبدأ شوية شوية إحنا أي وقت بنبلش بقدر أي واحد بيدخل على خط لأنها مسجلة فأي واحد كمان بقدر يتابعنا هيصاروا 59 فأي تينك بقدر يتابعنا أي واحد بيدخل على الخط بس بعد صفرات الإنذار شغالة محمد موسى على الخط محمد تحياتي محمد دكتور يا سعد مساكم إحنا نزلناها على البرزنتيشن داتا شو عنا المهندس يزن بس إذا بيصير معنا أي مشكلة تمام مرحبا دكتور دكتور ناية سيرين لحمود سيرين تحياتي محمد صغارة بتيسلم عليكم من هو؟ الله يخلي شكرا أحمد سمار الزوري أحمد سمار الزوري شو نشوف هاي بلد والله نقيب المهندسين المبتع نقيب المهندسين المتعلق المتعلق يعني أنا بشعر بأمانة إني تلميذ في مدرستك أي تلميذ نحن تلاميذ إذا إحنا أنتم كنتوا طلابنا أنتم أبدعتم وسبقتم الكل بأمانة دكتور كامل أنا سيد إنسان متحدث بس أمامك الكلمات بضيع من عندي يعني سيد بس هذا الأردن هذا الأردن اللي بدنا إياه يا دكتور كامل سيد الأردن اللي حبينا وعشقنا اللي بيقدم هاي الصورة في كل المجالات اليوم نقابة المهندسين ببشركوا صار لنا من 16 شهر لليوم بنداوم كلنا عن بعد بنداوم أونلاين كل مؤسسات النقابة تعمل أونلاين مبارح شبابنا بلجنة الأزمات والكوارث عملوا ميتنك مع شركة هواوي بالصين ومع مسؤوليين صينيين ومع مهندسين أردنيين في كل أنحاء العالم حتى نعمل منصة الفترونية مشتركة لمقاومة كورونا هذا التجلي هاي شبابنا اللي بدنا إياهم لما كنا نصرخ بألم ولما نقول إنه الأردن ممكن يكون أفضل من هيك هذا الأردن عم بتجلى اليوم بالصورة اللي عم نشوفها وهاي الحلقة اللي انتم بتعملوها سيطلعتوني من صراعات المقاولين ووزارة الأشغال والظروف الكاهرة وتعريف الظروف الكاهرة وتوقيع شكات ورواتب تكاعدية وإلى آخره هاي الحلقة هي الصورة اللي بتكمل الصورة الإجمالية للأردن اللي إحنا بدنا إياها واللي بعد كورونا رح نبنيه على هاي الأسس أنا كثير مبسوط إني بحكي معاكم وكثير مبسوط إني بسمع للدكتور وبشوف الأصدقاء اللي معاي على هاي الحلقة الله يخليك مهندس أحمد أنا بس أضيف شغلي إنه هاي التجربة عنا بالجامعة الأمريكية والأوبن نيو هورايزون نيو فيجين وميشن وبالواقع احنا حتى يعني حم بنفكر كيف إنه تكون جزء من حياتنا بعد ما نرجع لحياتنا الاعتيادية بالواقع بالدزاين أنا أعكد فيها كعميد إنه كنت متخوف من هاي التجربة بالدزاين لكن النتائج تدل على أنه الأبروش هذا تير ممتاز بالنسبة للدزاين كنت هلا أنا مع الدكتور ياسر نعمل مع مشاريع التخرج ففي وفي حضور حضور اللي هو يعني بهاي الطريقة أفضل من الطريقة التقليدية اللي عم بكنا نعيشها فبالتالي هاي التجربة يجب أن تعمم هاي اللي كانت إشكالية بالنسبة لإلنا أصبحت فرصة بالواقع كمان بنرحب الدكتور محمد نوسى فعندنا ستارفعة وسبعين نستنى لحد ما ينتهي ستارة الإنضار فبالتالي دكتور كامل إذا حاب يحكيه قبل ما نبدأ بالمعاضرة لكن كمان أنا معانا دكتور ياسر دكتور ياسر أنا حابب يحكي لنا شوية عن تجربته مع الدكتور كامل لأنه هو من تلاميذه فبالتالي لو دكتور ياسر تحكي لنا لحد ما تنتهي سفارة سفار التجربة وتحكي لنا من هو الأستاذ والإنسان والمعلم اللي هو الأستاذنا الدكتور كامل محد يعطيك معافي ومتحب كل حد فيكم من أسادزة وزملاء وقلاب يعني هذه فرصة كثير من فرص الواحد يعتز فيها واللي هي بيتمنى أنه تصبح دكتور نايف عرف إن شاء الله يعني أنا فيما أتعلق بدكتور كامل صعب أفصل بين الموضوعي وبين الشخصي لأنه تجربتي مع دكتور كامل لها امتداد أكثر من 40 سنة ساعة مكان هو T.A بساعة بحث التنزيس الجامعة الأدنية بأواخر السبعينات عصرت يعني أنا كنت وقتها طالب الدفع الثالثة الجامعة الأدنية في بداية تأسيس القسم العمارة وبعدين يعني الباقين ميوت عشان يكون الصوت واضح واضح شخصي صوتي واضح 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 ياسر وبعدين زملت كزميل لما رجعت بعد الدكتورة درس بجامعة الأدنية لمدة سبع سنوات درسنا مع بعض مواد مشتركة كنا كنا مكونين تيم في الواقع ومتخصصين مجموعة من المواد منتخفتها مع بعض كانت معنا المهندسلين وكان معنا مجموعة أخرى من الزملاء وتخصصنا بتدريس الثانية ثالثة وقتها بإضاء صبعا كل واحد بجال تخصصه يعني نقصر كم درس فيها وبعدها طبعا سمح واشتغلنا بعض الأشياء الخارج العمل الجامعي والحمد لله هي أخيرا التقين مع بعض بالجامع الأمريكية في قسم العمارة ونعمل مع بعض برضو فريق متكامل تجربتي في أو خلينا نحكي أنا كامل في خلال هالتجار المختلفة ما تغير بصوته عملي ودائما بحكيها يعني طبعا كامل كمان انتقيت فيه هذه الشغلة كتير مهمة أياما كان بشتغل برضو بالعمل العام واللي هو يعني لا يقل إسهامه فيه وأهميته عن عمل الأكاديمي لما دخل في حق الخدمة العام رجاء نميوت عشان يكون الصوت واضح الكل نميوت ما عدد دكتور ياسر وبعدين لما يبدأ دكتور كامل محاضرته رجاء نميوت الكل وهي أنا أول واحد دكتور نايف دكتور نايف أعتقد دكتور نبيل معنا بعد ياسر خليه إذا بحب يحكي كلمة ترحيبية بالضيوف طيب أهلا فنكمل عشان ما نطول عليكم طبعا يعني دور دكتور كامل في مجال الخدمة العامة من خلال المناصب اللي تقلدها سواء كان كمقوض منطقة البترة وبعدها وزير رجاء رجاء نميوت الكل رجاء كما مرة أوكي دكتور أوكي وزير المياه بعدين مفوض العقبة كلها يعني تجارب مختلفة ومتنوعة لكن إلها جوهر واحد وهذا الجوهر دائما كان حاضر برهني كل ما ألتقي فيه وكل ما تابعه إنه يعني دكتور كامل محادين هو أول وآخر إنسان شغوف عنده شغف وإنسان عنده حس يعني مرهف وهذا حكي بشكل أساسي ببين لما تشوفه من معصم الفيديو سيبحطها تشوف إنسان ماسك الألم وقاعد على هال سكتش بوك وبشرح بشرح من خلال رسوماته وبشرح وهذا هو زي ما بسمح حاله هزريليا فيجول يوما وهو بحكي عن حال فيجول تنكر أنا بحكي هزا فيجول يوما لأنه إنسان عنده يعني عاطفي إلى حد يعني كبير وعاطفته هذه يعني مرتبطة بإيده ومرتبطة بعقله وفهو لما تتعامل مع إنسان تتعامل مع بكش كامل يعني سواء كان مسؤولا سواء كان مستاذا أو زميلا وهذا يعني الطاقة هذه اللي هي هائلة عنده يعني زي ما حكي بتبين كل إشي وأتوقع اليوم يعني تجربته في مجال يعني معمارة وتصميم معناري يعني حتى تورين هالإشي بشكل خاص يعطيك العافي دكتور كامل وإحنا كلنا شوق على يعني سماع ما تود مشاركتنا في اليوم شكرا دكتور ياشر إذا كان معنا دكتور نبيل رئيس الجامعة الأمريكية بحب يعني يحكي لنا كلمتين بهذه المناسبة لأنه إحنا بالجامعة الأمريكية عم بنحاول يكون هذا جزء من حياتنا على فكرة بلكن أكبر قسم يعني أو كلية مظلومة ولكن مبسوطة بشكل كبير هي كلية العمارة والتصميم لأنه ساعاتنا طويلة مع طلابنا حكيت قبل شوي أنه كنت أنا والدكتور أنا من ساعة 12 لحد هلا وإحنا موجودين عم بنتابع مواضيع مجتماعات مع طلابنا بالتخرج وهلا مع حضرة الدكتور كامل فبالتالي ساعات طويلة لكن فيها بهجة فيها فيها إنتاج كبير وبالواقع هذه التجربة هي تجربة رائدة عنا بالجامعة الأمريكية ورح تكون إلها أثر كبير في المستقبل إن شاء الله إذا حابب يكون الدكتور معنا دكتور نبيل موجود يحكي معنا موجود لأن الدكتور سامي حكا لي إنه كان موجود ما قدرت أشوف الأسماء من 100 هلا إحنا عنا 101 صاروا فأوكي إذن معناته رح نبدأ المحاضرة انتهت انتهت صفارة الصفارة بتوقعها مزبوط أنا عندي ما بسمع شيء بس لحظة سامي شيء يلا نعم آه دكتور افضل آه دكتور بنرحب بالدكتور أهلا بجميع الحضور نبيل أيوب معكم طبعا نحن منمر بظروف استثنائية أول شيء معاني الدكتور كامل محدين إنسان غني على التعريف هو خامة علمية غير إنه قامة وطنية وعنده شغف بمهنته كعالم في مجال العمارة وهو فنان في نفس الوقت فيه من الإبداع ما يسري العلم والفن في آن معن طبعا الدكتور كامل أنا بعرفه من أيام الجامعة الأمريكية في بيروت وقت اللي كنت عم بسول بي اش دي تبعيتي وكنت أنا بدرس مختبرات فيزيكس وكان هو يدرس بهذاك الوقت طالب هو مجموعة من الأردنيين في ذلك الوقت كانوا مميزين وكانوا شباب شغفين وعلى رأسهم دكتور كامل كان من الناس اللي بحبوا يكونوا معطائين وكان حرك وكان دائما طليق اللسان ويعرف كيف يتكلم فبناء عليها أنا أول شيء بشكر الدكتور كامل ودكتور نايف على هذه المبادرة الرائعة دكتور شامي ودكتور فريق الكلية دكتور اللي من أوائل الناس اللي بادروا للمبادرة والدكتور ياسر وجميع أعضاء كلية العمارة والتصميم وأهلا وسهلا وراح أطول عليكم وإن شاء الله تكون هذه فاتحة لطريقة جديدة في التعليم عن بعد وطريقة جديدة في التواصل وهذا سيفتح باب واسع لي مش بس للجامعة الأمريكية في مأدرة كذلك سيرفد خزينة الدولة التي ستكون بأحواج ما يكون لنرفض خزينتها لأنه إذا فتحوا باب التعليم عن بعد وأعطاء الشهادات ممكن كثير فصال اللي لا تحتاج لمختبرات أنه نعمل التعليم عن بعد بهذه الطريقة وسنبدع فيها وهذا سيفتح باب كبير للدولة الأردنية كي تستعيد عن الكثير من المدخول الذي ضحط به من أجل صحة الناس ومن أجل أنه الناس تستعيد عافتة وخوتة وكلنا مع جلالة الملك في إجراءاته والقيادة الهاشمية والعظوم الأردنية وبرك الله فيكم شكرا جزيلا شكرا سيدنا الدكتور نبي أيوم رئيس الجامعة الأمريكية وهلا احنا رح نبدأ المحاضرة تبعتنا التايتل رح يكون architectural design process وهي هنا تجربة وتعرفوا أنه العمارة النسبية فبالتالي في مدارس وبالتالي الدكتور كامل رح يكين لنا بتوقع تجربته وبنفس الوقت عن تجارب معمريين مميزين علاقته معهم كيف كانت وبالتالي architectural design موضوع مفتوح هناك مدارس لكن المعماري هو إنسان يتعامل مع العلم ومع الفن في وقت واحد فبالتالي إذن الموهب الموجود عند الدكتور كامل هي اللي رح تعطينا الفيفر الجديد هلا اللي رح نسمعه وشكرا للدكتور أستاذنا دكتور كامل على هذه المبادرة الدكتور كامل the floor is yours أسعد الله مساءكم أسعد الله مساء الوطن الجميل والوطن العربي والعالم والإنسانية تحياتي لأستاذنا نبيل أيوب رئيس الجامعة مبادرة طيبة وتحية لكل إخواني في كلية العمارة والتصميم أخواننا جميعا أستاذنا العميد رئيس القسم التقدمة أرجو أن نكون نستحقها وتحية أيضا للمبادر الدكتور سامي التل هو الذي بادر في هذه المحافظة حتى نخرج هذا اليوم الصراحة سأذكر مشاركتي اليوم عن العشاء الأسبوعين في أوقات الكورونا my work during the corona time from my house ومن مكتبي أنا قبل حوالي أربع سنوات من أربع سنوات ونيبت الجامعة الأمريكية فيما دبا سبب انتمائي إلها الآن هو تملك من شعار ما بين الحكمة والتوازن والعلم أرجوكم اعملوا نيوت رجاء نيوت الكل معلش دكتور نايف اعملوا نيوت لأنه ما بنقدرش نتواصل بهذا الشكل لكن الجامعة الأمريكية ينضمام إلها السببب الرئيسي أنه أنا درست أول دراستي أربع سنوات بالجامعة الأمريكية بيروت والجامعة الأمريكية ماذا بتحمل نفس النمط أو نمط مشابه في الجامعات التي تحمل فكر تجميعي وفكر العمل الواحد والفريق الواحد لشي التاني هذه الجامعة فيها مبدأ we want to reach before we teach we have to read before we lead and I think we are not reading anymore we are not reading على معظم المستويات فأنا اليوم بدي أحكي بدي أخذكم through the most seven or eight architects و landscape architects I have been influenced or worked with وبدي أخذ briefly وبعدين بدي أخذ the design process كيف بتعامل أنا مع الشيبس when I draw مكعب مستطيل تكوين وكيف برسمه وكيف بظهره وكيف بتعامل It's about architectural design process كلما تعاملنا مع الطلاب كلما نزلنا إلى مستوى تفكير الطالب فينا كيف بيفكر الطالب من بيجينا من المدارس مرعوب من العملية التدريسية فدائما لما نستلموا بسنة أولى بنستلمهم بطريقة يجب أن يكون التفكير تبعنا متوازن وسريع ونعطيهم مين لحد الآن مجموعة كبيرة ما بعرفوا مين l-architects geor治ane l-architects تصميم عندهم واضحة وعناصر التصميم واضحة ولمستakes وما بروحوا off shoot or out of the box but they have a lot of guts but most importantly they are painters they are sculpturists they are architects they are designers they are poets و هذا اللي بيجمعهم حتى يطلعوا renaissance architects لوي بارغان معروف عنه he works with plane architecture planes horizontal and vertical he uses color and he is among the best he uses colors all over the world و هي يطلعوا على الانتير whether he design interior or landscape or architecture I think what landscape architecture did to me made me a better architect it didn't make me just a landscape architect بس لك his composition في ال foreground background و اليوم نحكي على visual communication this is how he communicates with people through the color and innovative thinking the other person whom I met twice بال82 I have listened to a lecture أجا على جامعة Louisiana State University كان عميد اسمو دكتور ريك he was about 75 years of age أجا روبرتو بيرن ماركس he is a painter but he is known as the best one of the best landscape architects in the world painter printmaker ecologist naturalistic artist and you should see his work when he creates gardens garden is not plant material garden is composition look how he works with caribbean lines look at the composition at the back ground mabene white and black and surrounding with the groups of these beautiful paintings of cactus plants and the use of plants and the knowledge of plants most of us in the Arab world we focus on being designer to design structures while architects well-known architects من حسن فتحي لراسم لجعفر يابتلاقي بالعبيانو and we will go through some of them let's look at the paintings and the way he deals with بالأرصف how he paints العالبيت how he paints sidewalks or gardens ومشرط الگاردن it could be a hard plaza but it's not only stone or one shape of stone it's a two-dimensional and three-dimensional space Richard Meyer because he deals with one color Richard Meyer cubism horizontal and vertical planes على فكرة مرت فترة بالجامعة الأردنية I think من ال86 لل96 كانوا بعض اللي يجون الاسperts المعمارين اللي بره يتعاملوا مع هالبلوكات and they have influenced some of the work وبجوز بعد هالعمر شوي بقدر أنا أربط ما بين شغل فارس وإسماعيل الطحان وزاهر وصفوان and some of the new generations of شاكر وصيام وذول الشباب كمان the newer generation you know they deal with works of cubism وكيف البنش look at the solid void look Richard Myers and some of his work 70 to 80% void اللي هو look at the white architecture you see look how he maneuvers 80% لغلاس 30% solid أو تجي على الالبايشن اللي بجانب اللي هو هون you see 80% is solid and the rest is void the color the use كأنو البيت بدو يقرب ويحكي معك ويقولك كمون سيمي this is how you read architecture one of the most important people that I have worked with visited Jordan five times I hope we can get him on live Sky we may bring him to talk to our students soon due to Corona he is 75 years of age his name is Richard England born in 37 he's an architect right artist I visited his house in Malta seven times in the 70s he was among the best 20 architects in the world he worked all over the world he wrote 25 books and 15 books were written about his work but his work is close to Louis Barragan and Larogetta those guys they are masters of using colors and really colors related to the place that you they live in but look at the play of colors look at the magnificent shades we may like some of his work we may not like some of his work but he introduced my latest book Architects Landscape Architects Visual Thinkers in his house in his house like Paolo Portuguesi Paolo Portuguesi 94 years of age in Italy I took my doctor Ali I took my doctor 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 books historics model making unbelievable the same with Richard England the other guy is Santiago Calatrava Calatrava why I respect this man because he's an engineer he's a structural engineer sculptor painter in the Texas Museum of Art two rooms about the artwork of Santiago Calatrava and you should see the elegancy of these bridges and buildings he builds the lines point line plane space enclosure contrast unity look at the unity in the lines that he and the use of color that he creates he creates spaces and places منين هدولا أجو إيرا سارة من 1910 توفى في 61 finish American architect an industrial designer هو اللي سوى St. Lewis Arch هو اللي سوى TW Terminal هو اللي سوى Dulles Airport بس هون لأخوي سامي ساري لأختي في دا أو الطلاب اللي بالانتيرير ولا سامي look at the TW Terminal حد الآن it's not out of style it's not out of fashion بس كل هدولا اللي شفناهم they design everything from the ASHRAE to order firm أو اللي بشتغلوا معاهم this is the work of Jerusalem Lina Toro في مجموعة جديدة في العالم جدا and born she's a young I think she's in the 40s she's a Spanish architect look how she deals with color white architecture cubism كتلة وبطلع من الكتلة some kind of blocks the color of the greens that she uses and that's how those architects there are 6,000 young architects كتاب قبل عشر سين طلع فايدان Atlas of Architecture a lot of young architects are booming even in our region but really we don't know وين مكانهم لكن انا متأكد لو رحت عمصر التونس الجزائر رحت على أي دولة عربية إلا تلاقي some of those guys or in Italy in Spain you will find young designers created Garrett Ekpo American landscape أنا حكيت عن Roberto Bernmarck حكيت عن هذا why I spoke about this guy he died in 2000 the guy that he worked with Don Austin Don Austin was my professor at Texas A&M University in landscape architecture and they worked together for 30 years and Garrett Ekpo came and visited the college several times at Texas A&M he's from Auckland California Ekpo for innovative designs of public settings قبل modern movement and I will show you the way he draws the way he sketches look at the curvilinear and the way he handles combination of angularity and circular movement or angularity contrast with one angular or with curved line or here with curves and look at which works in the 50s and 60s it was crisp clear rectilinear design rectilinear design rectilinear design curves rectilinear and combination of angular and the combination of two or three or maximum three colors within the landscape this is Garrett Ekpo and Garrett Ekpo some of his teachers is Lawrence Hapron well-known landscape architect he died out of California but those works they don't go out of fashion late Jafar Tauqan the godfather I worked three years in his office God bless his soul Jafar Tauqan several books were wrote about him one by Ali Abu Ghanime one by poetry in space and I want to show you later poetry in stone by James Steele Jafar Tauqan is a poet he's a guitar player a singer by the way when I came to 79 80 82 I came with James Tenner to play harmonica Yan Shika Akram Abu Hamdan drums Jafar guitar Yan Shika Mark Fredixson six and they formed music group called Rodeo Fast Eddie and the Rodeo Kings who they played twice but they were encouraging all of us and the students how to read how to have talent how to play sports and 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 Jafar Tauqan is the only architect who gave me more than 12 projects to work with him the latest was Tripoli Park I was the landscape architect and he was the architect with CC at the University and he went to the without notice carrying a few papers and he told me I need help قلت له شوت قال لي أنا بدي أصمم ضريح ياسر عرفات I need the quick landscape sketch I told him when you want it he said yesterday told him I'll see what I can do take care قال لي I'm leaving the day after tomorrow I didn't sleep seven hours I did the sketch the next day I went to his office submitted the drawings this is Jafar Jafar works with the team and some of the leading architects in Jordan they have practiced in his firm he was an encyclopedia كان مع عمر الزين a man of details I will show you his work عيشة البكار أول مفتح مكتب ومسجد عيشة البكار في بيروت Jafar was early innovative guy concerning his work هاي الكتاب Poetry in Stone by James Steele these should be text by the way هاي الكتاب وكتاب لراصم بدران كتاب جامس Steele they should be text for our young architects and architects in Jordan because they took back two different experiences 20 years ago I wrote an article published in Myanmar or Open House International comparing one is emotional and one is rational Rasim is emotional and rational Jafar is rational and emotional look at the difference and we'll explain it a little bit look at the elegance of how he deals with the form form 90-80% solid 20% void look at that at night look at the elegancy of the buildings that they create and Dar al-Hikmah and Darih al-Shaheed Yasir Arafat look at that all the early works of the villas and the cubism one material cubism كيف الفتحات كيف التناسق and the elements of unity repetition and solid contrast Rasim Bedran is another story Rasim Bedran Jordanian architect Palestinian descent works based on a methodical approach and defining please shut down please the microphones please all of you why because he works with morphology he's not only he's passionate about the Arab Islamic layout but no not only this he is passionate about the layering architectural layering of our cities he's a socialist he's a reader he's a painter he wants to inherit he wants to keep Allah-meen Zeyu or Qariib Mennu Abdul Halim Ibrahim Abdul Wahid Al-Wakil Hassan Fethi from the older school Ramseys Ramseys wasif before at this time of Gabriel Hassan Fethi those guys completely took this vernacular historic architecture and the roots of the culture to develop like Doshi of India that's how those architects they work but look at his work now I will take you through the morphology Jaffer Rasim when he draws the Justice Palace and the Grand Mosque he sketches two-dimensional thinking three-dimensional automatically he moves it into three-dimensional and then you will see a solid and you will see the difference between us some of us the most successful people thinking three-dimensional and moving and look at his work he used monochromatic color not a lot of painting in his work look at the as I said look at the closestness to the streets six meters high five meter high is the ground floor when you start going up he start going up with this and then the windows sometimes start getting smaller the details where he put the Mashrabiyyat this building the same the same the same blocks but different treatment the same language there is language and definition of language when architects work look at the works look at the movement like the building is coming out of earth respecting the site respecting the landscape movement of space and the stone talks with you now when we see all of those there are a lot of architects I am fond of landscape architects but I spoke about some of them I cannot speak except about the most influential in life and they are close to my mind and my heart and the techniques it's so good if you want to be good architect my students our students all over the world read open books sketch draw listen to music it's architecture is a symphony design is a symphony my way of design since the corona 19 period 2020 started we start getting online but I used for the last three years to give 10 minutes 5 minutes 20 minutes sketches or from the studio and place it on my Facebook about 10 days ago we started the YouTube because of the corona COVID the teaching method is changing because we are at home we are relaxed at least in our library our pens our pencils and I would say to our students when you are most of the time everybody talks about what's your concept what is your concept and he abstracts them thinks about the movements or line movement into architecture sometimes my definition my way please this is for the last week 10 days that's that's what I sketched when you have trouble defining the concept the concept is a series of impression comes from transferred into ideas ideas solutions 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 using skills elements and principles of design this is the most comprehensive definition you will see that those guys good impressions either from historic or from a tree on the side or from religious like what Rassan is doing or Jafar he deals with the stone and the cubism in Amman that's why you see most of his residential architecture deals with that now I will take this as an example any square respect at one time we used to teach second and third year design the tool was to take a square it's a modular design of this cube you can enter from any point solid is within the plan is 80 percent circulation should be 15 percent to 20 percent or it could be the other shape you one entrance the double or triple or five volumes open all over three corners of vertical circulation or the square you could use it by tilting it and we gonna see this when I sketch this I automatically do that this was done by my team last week they worked from home and they developed this into two dimensional drawing that's what I did and that's what they did but what is that's the triangle one axis 70% movement functional spaces usable and the vertical circulation in the axis or accessibility sorry space space the red and this is also a space or you come to this white architecture which is functional space at the street public semi public semi private private you enter and then you get into this building but it is the square and how you deal with it or if it's a multi complex building open court same unit smaller alleyways or walkways and other entry statements and this is how I transfer that into a two dimensional computer it took the team to draw this about six hours it takes you about half an hour to draw these sketches transfer them by the team and then I transfer each one of these cubes look if you work with architectural elevation you make mess up but if we work with a cube look at the cube and how the cube is moving the same shapes by the way this one it's this one opening opening with balanced form or you can do it like this one here look at this or you can do it like buildability of cubism and from solid square it starts to move to more different types and this is how you see this this is the development of the three diamonds this was from my mind done last week look at the solid within this building I don't know what's in this building it could be an office building could be a medical offices it could be a I don't know residential but how you deal with cubism and these are the forms look this is the other form of the other architecture and we asked I asked my colleague at the office I'd like to convey my sincere thanks to Yezen to Muhammad Issam to Taha to Abdullah Tabbalat Riham and Hala all the team that works with us in the three dimensional to produce this work in two days time or if you have a rectangle rectangle is simple forms less is more less is more less is more less is more I disagree the more you confuse your architecture the more it will come to be eclectic and it will damage unless you are a genius or you have built more than two hundred three hundred thousand projects or so Norman Foster you know how he designs Norman Foster takes he has about 60 or 50 architects in his office a model shop it's as big as 600 square meters space building models by hand let's let's go back to this rectangle the axis and usually I work with a ratio of eight units eight units by three units eight units by three units and you see if I'm designing them all one two three four at the corners the greens and the reds of the corners are the big you go inside from any way you'd like either you enter from the main axis or minor here there are shops double triple volume or whatever for them all or you could come back and deal the square like this shaded then you have one two three entrances or one entrance and you have these are functional spaces linked together or if you have a rectangle you start with this point and you make it angularity within the rectangle so the proportion no matter what will come out nice we'll see it three dimensional if you have a rectangle and you have a rectangular piece and you want to work with rectilinear curvilinear work guys curvilinear work it's not easy to work in small tight spaces it's the most difficult for you have tried after you have tried they used other spaces look at the spaces comfortable somehow again you can draw in one month this is the three dimensional of a rectangular double volume look at the ground floor ground floor the other type of rectangle and look at the three dimension that you are creating crisp clean you can develop it what you can do if you do listen I have to break because I'm getting a message of course I could accept anybody Dr. Mohamed Musa anybody is free to come on but look at the elegance of skylight skylight shapes but there is composition when you don't have a concept to return to geometric formation or model making immediately you will start seeing كيف هذا بطلع منه الالевation أو هذا الاليزومترك أو هذا البلان بقدر أطلع منه ميت ألف بلان على الكمputer with different colors or I can make this a rectangle قسمته زي جبعة الكيك and I have the other bin maybe it's an exhibition with two major wall major wall you enter through this space maybe there is another entrance but look at the solid void relationship look at the ما في معظم العمارة اللي بنشوفها مش عنا بس كمان في العالم تلاقيها بنائية ومخزقة بس أي عمارة زي تاعة ريتشارد مير اللي موجودة في روما نتفق ما نتفق أو رينزو بيانو ثياتر تبعه automatically when you see good designs speaks by itself تلاقي ظهر أجل عندك قال أنا I am here good architects work with passion now you have combination الله يسهل على محمد كافن I think محترف في التكوين واللعب بالفونز يدخلو على بعض محمد كاظم زوجته زميلي إنا رولا دحدة لي she is an excellent architect شتغلت مع جافر طوقان بس you could see that if you have a rectangle فيه له axis بدك يدخل عليه square square بدخلو هيك أو بجوز يدخلو يعدو على corners بجوز يكونو أكبر أو أصغر بس في احترام لل proportion لازم تحترم circulation حتى ما تضيع عادة إحنا طلابنا أو إحنا بيبلش بعضنا بـ bubble diagram طبعا الـ bubble diagram كله بيجي قبل هات بس يقول شو بيصيرو يحطو ورا في جانب بعض ويصلوهم it doesn't work this way بيغلي بكتير أو بجي على كمان أركتانجل بدي أدخل عليه squares بهالطريقة angular أو أعمل combination square which is a combination between angular or curve linear في ناس بجوز يستعملو أكتر بس بدي إشي يسبغ على إشي يعني إذا بستعمل angular بدي يكون الأنجلر اللي هي تاع الزوايا هاي يطغى على الكيرفلينيار أو العكس يكون الكيرفلينيار يطغى على فون تاني تحولت هاي إلى بالشباب اللي رسموها تحولت لكمبيوتر graphics بعدين بقدر أحولها أنا وأرسم وأحط فراغات جوه وأبني وأطلع elevations أو اقوى تأوير جوه آدخاة أعيد توري أعيد توري أعيد توري إبارح و وأعيدو أعيد برسو مفيم أعيدıyorum أعيد أعيد توريق أول أقتني لك إن هناك العلك أرسم جوه أعيد 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 architecture. Because we practice and we teach 70% of my work was practicing and 30% teaching and vice versa. أنا بعتقد صعب تفسر اثنين عن بعض. وكل مدارسنا في العمارة ياسر يتذكر فداء تذكر سيزار يتذكر نايف أخوي بالذكر لين فاخوري. سبعين بالمية من الاثنين وتمانين للسبعة وتسعين كان ديزايلر يدرسوا معنا. او من الثماني إلى خمسة وسبعين. من الديزايل؟ جعفر وراسم وشو اسمه؟ فريدريك راقيت، باو ميلر، يان شيكا، هيوج جروب كانوا يدخلوا؟ إحسان فتحي كانوا يدخلوا معنا الأساسة نمير هيكل إذا بتذكر ياسر صقر. كانوا يدخلوا يدرسوا معنا ونتعلم منهم، ندرس معهم ونتعلم منهم. لأنه بايدا ويقول كل اللي أنا بحكيه هو مخزون في الممارسة والتعليم. أو تبعونا بسيطة، يدخلوا بشكل أساسي، ونحن بسيطة، حتى فرمت بسيطة، بسيطة، لتنشف مخزين، ونحن تشعر بسيطة، بسيطة، ونحن نشف مخزين، ونحن تشعر بسيطة، ونحن نشف الأمريكي، ونحن نشف what I sketched. And this is the form. I think the form is a little bit stronger than this. Or a circle. Circle is respected. Circle tone through a plaza through a colon defense circulation and this. Or you come and we explained it in other videos before. Or you have this and this cylinder there are a lot of combination thousands of these things you could start if you want to design بس ما تباليش في غرفة أو في space كلنا مرايحين على urban design urban solutions urban historic urban 20 we should build up in any project يكون عندنا strength بالarchitectural composition حتى لو بدي أشتغل في curvilinear form إن شاء الله next time I'll show you a project I designed it's not built yet but I will show you the whole package later of a curvilinear move of a scarb over land and how we designed that I may ask يزنى to assist me and the team that worked with me بس جوفو spine you come through a spine functional spaces dark blue and light blue I don't know which one should be more but you could do hundreds of developments and it looks like a snake moving into an egg or something it's aureliptical form now part of this I was also working on architectural elevations of architectural styles and solid void زي ما قلنا كيف نتعمل بالarchitecture that's my drawing this is the architecture rendering which is fast this is an architectural drawing of composition that's the computer I prefer what I did by my hand because this needs more development to be rested when you work with something like this this is usual but there is dynamic in angularity or when you start creating colors and working with colors something works something doesn't work like this something could work like a theater this is with the computer but the proportion here is not like the proportion because it was on a rush job to help us compose and understand composition look at what comes out solid solid two colors the gray maybe a yellow maybe a red I don't know but at least look at the proportion of this they are rested on six meters ground floor and on a grayish so there is a rest for the building and the eyes or if you are working with herbal pattern and you want to do a house or a combination to train yourself of you we as designer by reading architectural books look endless the residential compound or building the architecture rendering though the proportion of the windows is not right it's not bad here I summarize something this is a quick lecture and I hope we'll have more lecture to come about I think we'll prepare another lecture of real projects that we have designed and built is the way we are talking about it's buildable or it's approachable this is just an approach and here I would like to thank you to thank everybody with us here and I will go back to dr. naif dr. 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 شغلات الأساسية للطلاب أنه كيف يتعاملوا مع بعض الأشكال الهندسية الرئيسية من بداء من المربع للمستطيل للدائرة وأنا متأكد أنه هذا بعد في أبعاد تانية كمان رحت يورجين إياها في المستقبل وبنفس الوقت يعني الفكرة أنه هو نحاول نورجي لطلابنا بهذه الظروف أنه شو الإمكانيات من شكل بسيط شو البوتينشل أنه أقدر أتعامل معها واضح كان أنه في عنا كمان الإشي المهم جدا أنه إيدنا كآز أركيكس مهم جدا كل الـ Digital Technology is Tools لكن without إيد المعماري المشكلة بتكون كبيرة وإحنا بالكلية دائما نحاول نربط ما بين هذون المفهومين بالسنوات الأولى بنركز أنه يكون عنده مفاهيم بالـ Proportions يقدر يتعامل مع الـ Mass يفهم بالـ Model يجرب يعني حتى الـ Documentation كان إشي مهم جدا أنه يطلع الطالب يشوف المبنى يرسمه يشعر فيه لأنه كل المعماريين يتعلموا من خلال إشي إكزيتم وبالتالي تمام هاي الأشكال كان إلى هذون كبير في تاريخ الفن والعمارة أعطت أبعاد كبيرة هلا أنا راح أفتح الحوار لكن رجاءً اللي راح يحب يحكي أو يعلق فقط هو والباقيين ميورد رجاءً حسنًا أريد أن أرى الأسئلة معنى ناس من المغرب معنى ناس من several other countries دول عربية لا شكر على واجب أعتقد أن معظم الأسئلة سيجنة يتعلم أكثر نعم أرجوك سمح الدكتور يعني إحنا عشان التنظيم عشان التنظيم اللي بدو يسأل يكتب ميسج وبعدين المهندس يزن بيعطين مجال ينقل هايلا ماشا أوكي أرجوك إذا سامي أو ياسر أي واحد من دكاترا أو نايف بقدروا يعملوا مداخلات لما يجينا أسئلة جامعة فلادلفيا معنا اعلى بأن بعملنا أحاول أنا إذا في أسئلة بس يكتبوها إذا في أسئلة قررت طلابنا معنى طلابنا معنى طلابنا معنى كما ما قال الأستاذ الرأيس لا يوجدت المتحدة بس أهم شيء أنا لقيته بالفيقانات بالفيقانات تابعنا نايف الديسكشن اللي صار اليوم والديسكشن اللي بيصير مع طلابنا عادة ما كان يصير بها الاريحية سنتانز ما كان هذا فترة انت ملاحظ الدكتور وهاي بدي احكيها قداما الرئيس انه احنا ككلية مزبوط في عنا ساعات طويلة مع طلابنا وانا بشكر جميع عضائي التدريس اللي عنا انه عم بوقت يعني باخد وقت طويل لكن فيها متعة النتيجة لكن اللي هي sharing information والinteractive اللي عم بيصير من الطلاب انه عم بيحضر الطلاب جورز من اقسام تانية من محتويات بسنوات مختلفة اعطى بوعد جديد هاي بيليف انه اللي هو موضوع الon learning هو رح يفتح مجال كبير لكن النا خاصة انه بحكي انا بعض مرات هلا انه اذا دكتور غاب عنه حضرته هلا مجبور يعملها online يعني لازم يكون مستمر هذا الحكي في عنا اسئلة خلينا ناخد هناي فريسة اهم رسالة لازم توصل شاكر خليف بقوله انا بدي عقب شاكر تحياتي من المتميزين كنت في الجامعة وحاليا مبدع دائما اهم اشي المخزون اللي عندي الطالب مخزونك مكتبتك مخزونك الليبري تبعك للطلاع وتتشوف مين في معماريين روحوا شوفوا مين في معماريين قريبين تشوفوا مكاتبهم واتفقنا مع القسم والكلية انه as of next time we should go and visit as a group not individual offices مش بس الاساسي يجو عنا سؤال ثاني في ظل ازمة الكورونا يمكن انتفاصل بتدريس المعماري عبر انتمت اولا عشرين سنة بيدرسوا بالانترنت مشان نقولكم احنا الاجداد على الانترنت بالتعليم بس خلي احكي شي مبارح احنا بنرصد ما بعد الكورونا اول معماري علق عن الكورونا رينزو بيانو مبارح في مقالة الو باني تاليان ماجازين نشرتها انسا اللي هي اكبر وكالة صحافة في اوروبا انسا رينزو بيانو بقول طبعا سيختلف التعليم المعماري كليا عن الانترنت شابه بسيط جدا الاكو سيستم تبعنا واقع في امريكا واوروبا اربعين بالمئة تلاتين بالمئة بيشتغلوا احنا الانترنت احنا الانترنت البرسونال كونتاكت بين الستودنت و الروح الحرم الجامع هذا احنا الانترنت هادي ما راحتوها احنا الانترنت لانه احنا ما بنحدي بس الكونتينيوين الانترنت قاعد يصير في الطب وفي اخرى في العمليات عن بعد لما مايو كلينيك تتصل مع مركز الامل للسرطان او دكتور مع دكتور وطبيب مع طبيب او تخصصات تانية كمان عندي سؤال شو معايير التأثير على الشكل متى يستخدم مستطيل او مربع مش مستطيل انا ما قلت هيك المستطيل المربع بيسهل عليك اليونيتي وبيسهل عليك تشتغل with a module or a grid كل اللي بنشتغل فيه حتى اللي اشتغلو كالفينير ويعملوا مع مركز الامل ويبدأوا من مخزونهم كان كلياته التعليم elements and principles والديزاين اللي اخذناها بالجامعة ياسر اتوضح كمان نقطة انه انت بديت مظبوط من هاي الفورمز والاختيارات لكن في content من site analysis من الدراسات هاي نايف هاي قبل كل الحكي هادة اتي بتكون حملت site analysis حطيتو رايحي نجي في المحاضرة تانية على ال bubble diagram كيف بتحول bubble diagram ل two dimensional composition بس ما فيش اشي ما بنشتغلو ما في geometric form كان مستطيل او مربع او angular او rectilinear لذي تخلط او او مرات او مستشفى او مبع او مبع او ما او مستشفى فالتو مستشفى اله اللي بدو يصمم مستشفى اللي بدو يصمم مستشفى اللي بدو يصمم انا صممت اتعملت معة عشر مستشفى كنت الاضيطين في الديزاين واشرفت عليهم بالعراق المستشفى في اشي standard functional solution 100% a bank is 100% functional a building of art museum exhibition no it's not standardized فيه certain وظائف ممكن يكون التعامل بالأشكال البسيطة rectilinear forms أسهل علينا بكتير بس مش هذه مش قاعدة بس this is my approach this is how I work the underlying concept is the simplicity in ratios true true it is the creativity is simplicity same as music painting C signing mathematics الدكتور رئيس حكى حكي هلا كتب شي الدكتور نبيل less is more simplicity Louvre اللي سوا I am paid fee Paris it's a small pyramid two thirds of it underground Kogenheim museum three four circles and the space is circular done years ago الhorizontal vertical movements بالproportion تاع flying croyd right the falling water الarchitecture تاع IAMP Louis Khan اللي اللي عملو which is out of glass small box one wall simple in and out getting in and out I think حتى في الميزيك حتى في البنت زهل الحديد mathematician no yeah طبعا ها yeah 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 mathematician Santiago Caratrava is a structural engineer the ratios of those guys understanding how things work فلذلك دكتور نبيل حكي لالإخوان most of international architects they have no one discipline they are painters sculptors mathematicians دين غصون دين غصون got his bliss soul درسنا first year second year architecture بالعمارة he was the dean of the school of engineering بال engineering and architecture كانت دين scientific background when you have a scientific background مشكلتنا بالarchitecture تتعلمنا عن السائل سننا الماث لزقو تلزيق والفيزيك اللي لزقها تلزيق والكيميا اللي لزقها تلزيق والماث AUB أخذنا math 101 102 201 202 للdifferential equations structures أخذنا strength of material structure 1 structure 2 و aesthetics هذه الكورس مفقود الآن أو بلشت تتقلص حتى الconstruction سننا ندرس لconstruction courses electives أو ركز على design الديزاين الحاله does not build student sir let me see comments which comments I have how much these process can deal with heritage الرجعنا للهيرتج الهيرتج كلها تشتغل الهيرتج على الكيوبزم وعلى smaller spans وعلى sustainability اللي هلأ بدنا نرجع لها هلأ في القرى الأردنية ما في مشكلة الكورونا السبب ليش القرية الصغيرة اللي فيها 1800 أو 500 واحد من بلد تقليدية مزرعته بجنبه الجاجات موجودات عنده وعنده شوية تفليفلي وعنده شوية خضروات sustainability and the heritage yes you can implement it لأن كل اللي بيحب بيشوف هذا الحكي يتطلع على كتاب جيمس تيل تعراس المدرات بيشوف how he digs into the cultural heritage أو حسن فتحي أو عبد الحليم إبراهيم and see how those people move into respecting the vernacular فيه شيء يسمو critical vernacularism أو vernacular architecture فيه معماريين كتير تعاملوا أول شغل لريتشارد إنجلند كان بالvernacular والheritage architecture فأني أشوف مين فيه أسئلة تانية ما طالعين طلع عندي الأسماء let me see here it is okay good let me check more questions I believe dr. camel on that point whatever كلمنا عن الأبنية المحلية من أصعب شيء منحنية ممكن أفضل طريقة لتقسيم المصاقر أنا أحمد قادوس من قادوس من جامعة آل البيت سؤالي أنا كيف ممكن أدمج خطور من المستقيمة في اللانسكيب وتكون النسب جميلة آه تمام في عنا إشي اسمه حتى بالريكتانجولر حتى بالسبيس انت بتواخد قطعة أرض إلها shape first you respect the shape وبعدين راحين يجي على site analysis بس حتى الخطوط المنحنية والمستقيمة وتداخلها مع بعض بدها تتعامل مع module you have to start with a module اللي منكم بتطلع على كتاب نيوفرت كيف نكتب كتاب نيوفرت was based on the proportion of interior designers of the human scale يعني ارتفاع الطاولة عرض الطاولة فالموديول 30 60 90 الباب متر وعشرين الممر مترين واربعين مباعفات التلاتينات بين البداء وبين الكات 15% المغسلة قديش الوث تبعها كل شن بنا عنا على module 30 60 اللي بتطلع architectural module 120 وضروبها بستة بتصير 720 by 720 اسألوا اني structure engineer the safest and the least expensive 720 by 720 grid لستructure زدت لاربعطعش بتحمل بس بدك تعمل drop beam زدت لواحد مضاعفات 7.2 بدك ضيف more drop beams or to use more structure للا السقف حتى يتحمل المباني لها بلذلك حتى المنحيات وستداخلها نجي لها كمان في سؤال أو في محاضرة تانية thank you for being created make it possible to bring us this knowledge about architecture even during this corona I have been able to thank you الأبنية المنحنية من أصعب إشي طبعا أصعب إشي المنحيات مش سهل أولا structure ثانيا كوشلي ثانيا you have to embed ثانيا في عنا new shapes كيف بدنا نشتغلها اللي سهل علينا المنحنيات زي ما حكيت لكم اشتغل باك منستر فلر جي سيدك دومز وأبدع فيها وبعدين كمان إلها نظام structure ثاني الكيوب كيف التشكيل حكينا عنه ما هي نزلطة الشباب معملي بصول اللانسكيب للنجاة للنانسكيب read read you have to read you have to open books you have to see مين مين لورانس هابرين مين روبرتو بير مارس مين فرانك رويد رايي مين فريدريك لو أرمس دي بدك تمجح في حياتك العملية معظم معماريين when they prepare a portfolio they prepare for themselves أي بورتفوليو من 10 صفحات لازم تورجي شغفك حتى تروح تشتغل نصيحة لما بدكم تشتغلوا اشتعلوا مع good architect لأنه لو تعرفوا اللي بشتغلوا في دول العالم عن رينزو بيانو نورمان فوستر ولا ولا روح أول سنة بتلاقي 300 40 200 300 واحد أونلاين حتى يدخلوا ونير انتين شب عندهم لأنه ما معقول تأخذ علمك من واحد تخرج بعد سنتين وفتح مكتب هندسي وصار بده يصمم أكبر عمارة لأنه معاه 50 ألف ليرا في بنكو ولا نص مليون زي دكاترا زي المحامين بتقدر تكون رئيس جامعة أوفرنايت بدك تصير رئيس قسم وعميد وتكون كاتب لك 40 50 بحث وتكون عندك credentials you have to build yourself and the trust to lead بس لديم تشتغل مع ناس محترفين المساحة التي تنعط في عرض فكرته الخاصة وتطوير ها وخوط تجربة الشخصية التعليم التصميم مدى تدخل الدكتور في مشروع هذا أحسن سؤال سألته أو عبد الرحمن زي ما في في الطب 30% دكاترا شاطرين في 30% من أسادست العمارة شاطرين والبقية في تخصصات في الأكويستيكس مش شرط يكون ديزاينر وفي الإلكتريكا الإنجينير مش ديزاينر فيه مواد تدرس وفي سبيش ديزاينر أو تيشين ديزاين تيشين ديزاين لازم يكون عندك مخزون في التصميم حتى تعليق الدكتور الدكتور بلعب دور مهم بعمل أنا أسلوبي I draw for my students I develop the projects with them This is my way of approaching design هيك بسوي مع الطلاب في السنوات ما عدا الرابعة والخمسة الرابعة والخمسة لازم يكون عندك طويل مشروع تأخذ نفت فيه في دا It is beneficial to our students and our staff for that thank you you are excellent in school and you are excellent as a professor with us I'm proud teaching with you لأنه أولي حطيتها في ثلاثة أو أربعة من كتبي My best teachers are my students زي ما حكى ياسر أو حكى نايف اليوم اليوم إحنا في هذا السشن أو بالتعليم عن بعد قاعدين مستفيد من طلابنا بلقاءهم كمان الطلاب بتفوت إنتي على حصة فيها أربعين طالب أربعين طالب بعطوك أربعين ideas You may give them two, three, four ideas فلذلك it's important ببعض المراحل نعامل الطالب مخزونه إنه it's a very strong مخزون قوي Let me see متخصصين درست سنتين في التفل لانسكيب بالمغرب درست سنة Into Graphic Design Landscape بفرنسا أعمل Canographic Design المكتب كبير للانسكيب في باريس أريد أن أطور مها developing concept هل عمل إتمام المسار بالدراسة بعدين باللانسكيب إذا يكون جيد طبعا إحنا في الجامعات بنعطي جوازات سفر We give passports The rest depends on you في ناس كثير حورا بوح بخلص الماجستير طب الباكرور بروح ماجستير سنة في لندن سنة في أمريكا ورجع لتسير أستاذ الجامعة يعني it doesn't work this way I'm sorry to tell you this إحنا جينا كلنا معيدين قرينا معيدين بعد المعيدين اشتغلنا and we worked three four years then we went for professional landscape degree professional في فرق بين professionality of masters أو تاخد masters of science in architecture وكمان البي اج دي البي اج دي بتعلمك the skills of reading analyzing and theoretical background التعلمه في the four five years the basic skills development بالresearch هاي موضوع تاني فلذلك صح لازم تدرس حتى تمارس من الكتب بعدد الكتب اللي ممكن ساعدنا كم عماريين كتير I will prepare I will prepare some list of books and I will show it to you عادة احنا بنوزع لطلابنا text books وكمان هاي ظاهرة بالجامعات كلها تقريبا بالمدسين وبالفيزيكس وبالكامس بيجبرونا كنا ونشتري كتب بالعمارة الكتب غالية ومكاتبنا فقيرة مكتباتنا بجامعاتنا in all I say in all الجامعة الاردنية كان عندنا مكتب اسم مكتب الاغاخان كان عندنا 360 ألف slides وعطونا 3 years funding and we had more than 1000 books suddenly 5 years all these books disappeared راحة على المكتبة العامة وبدأ لزيارها هلا في عنا أربعة خمسة ستاندر راح نوفر با طبعا بعدو باسمشو في time savers for interior designers time savers for landscape time في a lot of books I'll make a list and maybe we could dispatch it on the facebook some other time these days we get away from the laws of nature be it in architecture engineering medical profession won't start going into designs and applications that violate the laws ah very nice رايز جار we have violated the nature واضح في مادة بندرس اكليماتي responsive design وفي design environment courses عنا وطلع video about one hour Leonardo DiCaprio about nature and there are books we we have done more damage to our when we start building neighborhoods ونروح عشرين دقيقة أو خمستاش دقيقة أو ثلاثين دقيقة بالسيارة the pollution traffic circulation planners have failed to address the issue of sustainability completely I think corona will teach us something new please for me as a student and I'm going for a graduate of our union I do have the desire to something in architecture rich the meaning of squares in architecture how I can make sure that I am practicing something helpful and the way I'm on the right track read read about cubism in architecture read about regionalist architecture what regionalist architecture chapter about regionalism and is 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 the is chairman CEO of Aga Khan unit Aga Khan foundation is the best who wrote about critical religion in the Mediterranean كلنا من إسبانيا لشواطئ فرنسا، إيطاليا، تركيا، لبنان، فلسطين، جزء من الأردن كبير، شواطئ الإسكندرية لمصر، تونس، الجيرس، كلنا من أحد الألواء ورهم الأنماط المتبعة والأنواع العموها، هذا ما يستفيد. let me see if we have more questions let me see if I have the questions again do we have more questions oh yeah where is it now here isn't could you show it I do you believe that has any updated information on measurement in relation to our modern needs now acquies my good question no human scale is human skill dimension is dimension what's changing we have noticed in designing hospitals over five years in mathematics will physics will new medical knowledge medical engineering could reshape could reshape the environment control systems technology is advancing but the standard of human badness skill human beings we still use the faucet the shape is different but the function is the same function but sorry and the sensors sorry and the controls sorry and the effect lighting but the standards by the way new is updated the same time savers time savers see if you hand me one of the big books please it's a huge book sweet's catalogue it's updated every one year fee cool in manufacturers 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 in the talaqo bil amara or the engineer or the industry or the industry or the furniture sweet's catalogue بدك تعرف الالمنيوم تفتحهم تلاقي تفصيلة الالمنيوم or material or jimson board and the related thing that you have other questions listen to me you can listen to me no ideas and the other people yes you can listen to me no ideas this could work anywhere but you have to read the context يعني ما باجع على ظانة وبحط فيها عملوا بالجامعة الامريكية بنت زاها عديدة building and i'm not with it i've seen it i'm not with it it does not it does not it's out of the world ما إلها دخل in the composition but if it was a little bit isolated within the campus كان حفليها ground and rested well it could work في ناس يشتغلوا مثل هذا الشغل ونجحل ريتشارد ماير في عمارة إلو شوي شوي صار توخت تقبل في نصر روما بس تجي على historic district في blending between the old and the new صارت في نيويورك it's a reflection of a church over a glass building yes it could work but you have to be careful you have to address it it does not work everywhere في دالس it could work بشيكاغو it could work a new downtown it could work but you have to respect the neighborhood that you are designing and the context next questions نور الدين ليش احنا بحاجة للتجريد في العمارة آه ليش بحاجة للتجريد لا في فرق بين التجريد و simplicity العمارة التراثية القديمة تاع المباني اللي فيها تطريج كتير و ornamentation كتير غير التراثية ما بحكي عن الذرناكلة التحليمية بحكي عن المباني اللي موجودة في روما وفي باريس واللي كان فيها شغل الحجر extensive زي اللي بنشوف بعض البيوت اللي بتنبني في عمان ما بيخلوا نوع حجر بحطوه عالواجه ولا دق دق إلا بحطوه عالواجه لذلك I respect مين اللي عمل poetry of stone جعفر طوقان حتى راسم ومروا فيه معماريين بالأردن كتير هلا إذا بسمي ناس بيزعلوا بلال حماد يشتغل فارغ يغمور يشتغل فلان اللي هو الجين التالت في ناس يشتغلوا كتير من هدول المعماريين to simplify the young architects recently are doing coming with إشي بيسموه cubism and planar architecture horizontal تلاقيها زي فيه معماري أردني ما معروف كتير للناس اللي هو كان شريك لعبد الرحمن البيطار الله يرحم اتنين ديران فوزكارجيها ديران الويب دي والحسين مع عبد الرحمن البيطار كل بيوت القديمة بناها ديران ديران is not an architect he has three years of a practicing architectural زي تادو عنده he doesn't have an architectural degree بس عنده apprenticeship يعني في أمريكا يشتغل مع landscape architect أو architect ومعك three years degree بالarchitectural technology بعد سبع سنين إذا بتجاوز الامتحانات yes you can be تقدر تدخل الامتحان to be an architect يعني إذا لم في الجامعات إذا ما بكون معك دكتورة ما بتقدرش تصير professor سبعين من المئة من اللي درسوني بجامعات أمريكا they were not professor ما عندهم PhD لا جون مطلق ولا جيمس تينر ولا لنين مارشل اللي كان they were not they had masters شباب في practice وفي academic background صارت البياجي it's a trend أنا بقول لك البياجي إن scientific fields it work لأنه heavy research اللي الفيزيكس الكامسري اللي تقول إذا دكتور الطب بده يدرس سبع سنين وسنتين تخصص وسنتين ما بعد التخصص وسنتين انتين شبه 11 سنة حتى تصيرها medical doctor فلذلك السؤال اللي حكى العمارة ممكن إذا كانت في context next سؤال من شاكر خليك شاكر مرحبا هل تعتقد دكتور أن المعماري سيبقى يجد له مكان في المستقبل الكل يتحدث عن ونظارة المستقبل وتحقيق تكنولوجيا الكبيرة وما هي الأدوات التي من المهم أنا أتسلح بها ليكون حاضر شاكر أول إشي لازم تتسلح فيه use your hand and your mind you have to be an environmentalist you have to go to the basic sciences of environmental solutions protecting ما عنا تصريف للمياه صح لأنه we didn't respect the terrain of towns لأنه ما عرفنا إنه rain water بيجي كل 30 سنة بصير عندك rain water ما بتستوعب العبارات اللي بتصمم كل خمس سنين بدك تصمم زي ما حكى الدكتور السلفيتي البلبيسي sorry أو عدنان الصالحي بالجامعة الأردنية أو أخواننا بالإكسبرت بالواتر management water drainage system you have to calculate we have to go to scientific methods we cannot buildings for people to live و لا تصحب فيه مثل بستعملوا و بيزعلوا منهم الناس استعملوا الله يرحموا جافر طقران بزقوا لزق you can't anymore actually we drafted from the scientific background of being good architects حكى هلا أخي نبيل mathematicians historians politicians يزانم politics in politics if you don't have science background you will be a failure as a politician على فكرة لا تزعلوا فيه ناس كتير بزعل ترى most of us are politicians but most of the politicians we الbackground ترى ضعيف معنى بالثقافة إلا في بعض الدول المتقدمة sorry الpoliticians فيه ثقافة وراه تلاقي professor in economics leads the economy of this professors of this بالarcheology بتلاقي الدبارت رؤسة الجامعات كمان احنا بعد مرات أو الدينز أو whatever زملائنا يا عمي لما تنقي دين بداك تنقي الدين عنده solid qualification رئيس الجامعة بيكون رئيس جامعة بيهز وبرز انه الكرودانشالس تابعوا زي الarchitect let's go back هلا حتى أخي نبيل انه في scientific background we have to respect the environment and work with the environment to lead if we want to lead هذا الموتو في الـ AUM we reach before we teach but we have to read to lead I think هذا اللي اليوم بنعمله أو اللي عملنا أو اللي بعملوه الآن التعليم عن بعض الكل قلقان أخوي وزير التعليم زميلي وأستاذي وزملائنا about the evaluation عن التعليم عن بعض هو اللي بعملوه الآن وعطونا give us a breathing space so we could evaluate في طلاب ما بيقدروا يطلعوا بايداوية عندنا ما عندهم نه في طلاب بيبعتونا على الواتساب في طلاب ما عندهم watercolors في طلاب عندهم أربعة خانسة قاعدين في البيت مع أولادهم بدهم يزرغوا يعطي الأستاذ يعطي محاضران he has kids in town في تلاتي في overload فلتسلوى think about and maybe this is a good paper for us and unfortunately during this process I start writing my design process during the corona crisis how to design while you are doing this this is how we should approach our design I think شوية بجوز نختلف في بعض الآراء yes we want to evaluate it yes we will do it وكمان اليوم صار حكي عن الإجزام it's not my utmost importance the whole world is collapsing I'm worried mostly about how to the most important AUM which is dealing وهذا ركز عليها أخي نبيل في كذا مسج بيني وبينه كيف المبادرة to reach as much as we can and share with people the knowledge that we have at home this is the success story the other duty اللعين نايف ويعين ياسر the administrative process تبعه doctor do you prefer the modernism we answer this could an architect who is practicing for around 15 years shift his career يا سلام عليكم of course بألف واتسعمية وخمسة وثمانين درست بTexas H&M University أخذت منها أربعة وثمانين doing the PhD and a visiting lecturer paid فدخلت على سنة الثالثة landscape design كان مع جون مطلق leading landscape architect architect لقيت عندي ست طلاب من ستة وثلاثين طالب ستة above 30 years of age career change students أخي الكريم هديك النهار واحد قال لي أنا دكتور غيرت من الدكترة وروحت من الدكترة للعمارة change career yes لأنه كمان إحنا بندخل بعد مرات زي نروحنا على A.O.B. ما كنا عارفين أنا ما كنت عارف في architecture زي اللي فايت على مسلخ خروفه صغير وبدو يسلخوه وأنا عارف روحت civil engineering قعت شهرين كان في مقدم دكتور بدرسنا استاتيكس بال civil engineering أخذت أربعين من مية هذا وأنا جايب علامة ممتازة بالتوجيه وبعثة قلت لا يمكن أن أظل في السابلينجينينا أنا مش طبع مريت شفت ناس برسمو قلت شو بتسوه قال إحنا طلاب عمارة شو بتعملو yes you can change your career after 10 years or 15 years it's never too late هل فعلا فيه opposition composition سيئة أو مستحيل تطور عليها أو العدد أن تغيرها أه سؤال حلو كتير أنا بختلف مع بعض الأساسة في بعض التعليم في بعض الأمور في الجامعة الأردنية في كاثانيا أين مدرست ما بصير طالب يقعد أربعة شهر أو شهرين يشتغل في concept ونجي بعد شهرين يقول له غير مشروع ما بضبطوا concept it doesn't work this way لأنه ما ممكن تتعلم بفصل كل إشي you should build your concept within the first two weeks إذا ما تغلبت بالconcept go to functional designs and come up with a functional solution أما تقعد يتغير بكرة بيجيك في الكلانت في الكلانت ما بتجي بتقول له والله أنا حلمت مبارح أنه العمارة مش مزبوطة بقول لك وأنا حلمت أنه أنت ما بتستاهل تاخد خمسين ليرة كدزاينر أو خمسة آلاف دينار you have to be careful إحنا ما بصير نشجع الطلاب to keep on changing their design ما بحكي أنا عن graduate project graduate project is different لأنه بدي يشتغل بس بحكي بسنة ثانية وثالثة ورابعة بيشتغل الطلاب تجينا في آخره نايف وياسر كانوا دائما مع طولة ما نشوف إحنا نفوت على الجور إيه ولا الconcept ما إلو دخل في اللي شكنا أول مبارحة وقبل شهرين هذا مزعج للطالب أكتر من الأستاذ مين في عندي كمان كامل مها إيمان شحادي thank you doctor could you tell us civil engineering the need of road landscaping قبل road landscaping مها إيمان إيمان تحياتي لك إيمان worked in my office a few years back إيمان when you work when you work road landscaping في road alignment first when you do the road alignment vertical and horizontal the landscape architecture we took two courses of road alignment to landscape the roads and the road landscaping within towns it's different than highways how within الطرق الفرعية أو الرئيسية أو الاخرية كل واحدة إلها طريقة بالتعامل وهذا كان يدرس أو يدرس في مواد باللانسكيب لما بالباكالوريوس في مادة اسمها road layout and road landscaping this is a whole story مع الأسف ما في بالأردن إلا شارع واحد اشتغلنا أو اثنين الامريكان سكول وإنت داخل عليها على اليمين بتلاقي فيه الانسكيب حوالي اثنين كيلو I did this three 13 years ago والشارع اللي بفوت على الديوان الملكي اللي في خلدة امتداده that we did this قبل حوالي كمان 12 years the rest do haphazard landscaping وبنزرع إلا حدا حطنا سجر تنزلزلخ it's a good tree it's a poisonous plant which means كافية تأخذ طفل صغير أو واحد على المستشفى فلذلك we have to understand انه الغار انه الغار الكاروب فيه تريز عندنا في السرو والصنوبرية في كتير عندنا نباتات تصلح على الـ road landscaping زي طريق المطار ان عمل قبل 30 سنة واجدوا لما وسعوه اجا كان فيه بريتش عمل الديزاين الو وزرعوه لكن وكان بري بيريفول بعد كده سنة بلش يقسكسوا منه ومعظم الطرق صارت هفهازر لأنه أنا اشتغلت كرئيس لسلطة العقبة الخاصة وللبترة كنت مستشار للأمان لدينا في هذا الوطن في الـ planning تخطيط مبتور وجزئية المعرك في الوطن كله العربي باستثناء الدول اللي بتستعين قاعدة بخبرات وبالطبقها لما يجيبوا بلانر بيسووا شو اللي بيحكيه لبلانر أو الـ landscape architect concerning the knowledge احنا عنا جزئية المعرفة يعني منصمم بيت بس ما مننتبه ان الدرجات الثلاث اللي برا بده واحد يتعرقل فيهم لانه درجة بتختلف عن درجة قانون في امريكا practicing landscape architecture في الامتحان avoid single steps they are hazardous يعني اذا سويت درجة مش 12 ل 14 سنتي اذا 16 ووقع واحد عليها you will be sued يمكن I think فاروق فدراوس بناند what do you think about BIM technology BIM technology شاكر is with us اذا شاكر with us please اذا بعده معنا اما اذا طلع it's okay المهندس يزان is doing a project موجود ممكن تطلع معنا يا شاكر شاكر سامعني شو اوكي BIM building information system في building management system في ادورة شاكر شاكر تحياتي سأل واحد عن كيفك وتألق دائما فردوس الله يخليك من بعدك فردوس تسأل عن بيم technology فبقولها بيم technology لانه شو الحلو في البيم technology بتدخل المعلومة على المخططاتك اي تغيير في المعلومة اوتوماتيك بتلاقيها اتعدلت على ال design اتعدلت على ال quantities اتعدلت في كل التخصصة فبيم تكون building information management زي building information technology خصوصا خصوصا في ال hospital في ال big functional في ال airport لما يصير عندك system to shut down اوتوماتيك بتكون زوان معروفة وعلى فترة this is a new knowledge in Jordan that's coming out very strong عظيم ده شاكر 100% اللي تفضلت فيه دكتور صحيح وفعلا هي I think إنها واحدة من التكنولوجيز اللي عم بتكون إلها فايدة كبيرة اليوم باستخداماتها سواء architecture أو بكل stakeholders اللي معنيين بقطاعنا ويمكن أنا كمان شهادتي فيك مجروحة أنت من الناس الأوائل اللي برضو بستفيدوا من التكنولوجيا ووظفوها قاعدين بشغلهم وإلنا الشرف كان نكون موجودين معك بواحد من ال project اللي إن شاء الله رح تشوف النور قريبا بعد ما نخلص من أزمة الكورونا بإزان الله حبيبنا أولا خليني أقول لك شاكر مجموعة منكم شباب جدد تقودون المرحلة القادمة دايمان أعتقد أن المرحلة تقودون ومجموعة منكم المخزون اللي موجود عندنا ممكن يساعد الترايب والتراست والستمنا والعزم اللي موجود عندكم مشان ما تحفظوا في حدا سؤال سؤال شو الكلارز علاقتها بالميديترانيون والاركيتكتشور؟ ترجع للكليماتيك ريسفونسي ديزاين كليماتيك ريسفونسي ويتش اركيتكتشور بالكوستل أرياس كليماتيك ريسفونسي كليماتيك ريسفونسي كليماتيك ريسفونسي وأجد في تناقل الحضارات كان بالداخل أو بالخارج فيس سيدي بوسعيد ميكونس آيلانز البيترانيون والموريش البيترانيون الموجودة على السواحل تقريبا تتشابه الكوستل لانسكيب يتشابه المورفولوجي البيترانيون فيها وكمان بالكالرز بكل الأصناف الطبخاتهم كالترانيون حتى اللبس في بعض الأحيان في نورث من الميديترانيون سوء من الميديترانيون أعتقد أجبنا على معظم الأسئلة إن شاء الله نكون حاولنا إن حاولنا أخي نايف تحية مسائية لكم أخي رئيس اللي كانت معنا في هذه الفترة أشكرك سيدي على اتماعك ومشاركتك شكراً جيد 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 وانفورماتيب ويتخلي الواحد يحب سيئ الاركتك شكراً ويتخلي الاركتك أنا أريد أن أصير محتفتك أنا أريد أن أصير محتفتك أنا أريد أن أقول شيئًا كل اللي بسمعون حكى أنه درسني بالأي يو بي أنا خالب توقان مروان معشر دنيزك ترى خالب توقان أسامة ماضي إحنا كنا درسنا كان يدرسنا لاب ولحد الآن بتذكر كان يحمل نوت ويحط علاماتك شوية كان يميل إنا إحنا اللي جايين من شرقة ومن غربة يعني من فلسطين ومن أردن يميل إنا شوية يعني إنا صاند إعلامي يبنا سبعة عشر سبعة ونص ما كان يحطنا ثماني ونص إلا إذا بنعيد الأمور شاءت الأقدار إنو نعيد الأمبريلا إنو نعيد الأمبريلا لأنني مستعد أن أكون في هذه الأمبريل بسبب عدد العدد اللي فيها الفاكلت اللي فيها ثرست اللي فيها والكونسبت اللي فيها Thank you Thank you دكتور كامل بالواقع بلكن يعني صرنا مرهقين يعني معظمنا بلكن بالكلية من الساعة التسعة على حد هلأ عم بنحاول وكان عنا اليوم مجلس وبناقصنا موضع كتيره سعيد عثمان النقطة اللي هي less is more دكتور هاي النقطة بوهمة جدا وباعتقادي كما نظبناها الرئيس هذا الموقف لكن We should think in a creative interactive ways في هاي المرحلة وباعتقادي تجربتنا رح تكون لاجحة وإن شاء الله نعملها بظروف أحسن من هيك شكرا لكم سامي تحياتي One last thing I would like to thank Dr. Samy هذا فيلم ثلاث 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 لو سمحت الدكتور نايف يعطيكم العافية شكرا دكتور كامل يعني ما شاء الله يعني بدعت في محاضرتك بس حاب أعطي إعلان إنه عنا الخميس الجاي من ضمن سلسلة المحاضرات في عنا محاضرة عن بيرتر ريالي فرايحين نعلن عنها ويكون البوستر تاح نازل محاضرة الخميس الجاي راح تكون عن البرتر ريالي خصوصا لطلاب الفيديو الكممنيكيشن وطبعا راح تكون مكتوحة بابليك لكل الناس في عنا سلسلة من المحاضرات الانلاين راح تضل كل أسبوع في عنا واحدة أو تنتين نعلن عنها وشكرا لكم شكرا للجميع شكرا للجميع شكرا للجميع شكرا لكم نايف شكرا ياسر زايد كل اللي كانوا معنا مين اللي كانوا معنا اليوم شكرا للجميع شكرا لك دكتور